السيناف عملية السلام مهمة أممية جديدة في اليمن تتمسك بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن بأمل التوصل إلى نقاش حول عودة المفاوضات السياسية رغم أن وقايع الميدان العسكري وحتى المتغيرات السياسية تشير إلى صعوبة السينافها وتبدو مشكلة البعثة الأممية متأزمة مع أطراف الصراع حيث لا تلقى التفاعل العملية مع مقترحاتها ولهذا دعا نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة معين شريم الأطراف إلى إبداء النية الصادقة لتعاون الكامل مع مكتب مبعوث الأمم المتحدة والانخراط التام في العملية السياسية بدون أي عوايق مع المبعوث الأممي ولد الشيخ تحتاج العملية السياسية بنظر نائب المبعوث الأممي إلى اتفاق قيادة يمنية جديدة يضع حدا نهائيا ومسداما للنزاع اليمني وبحسب البيان الصادر عن مكتب البعثة الأممية فإن نائب المبعوث الأممي شدد على همية اتخاذ جميع الأطراف خطوات ملموسة لبناء الثقة فيما بينها يشير البيان إلى بعض ضمانات بناء الثقة منها تشغيل متواصل لميناء الحديدة والتوقف عن الأعمال التي تنتهك قرارات مجلس الأمن بالإضافة إلى الامتناع عن الإدلاء ببيانات مهددة وتصعيدية وصياغة خطاب مبني على قيم المصالحة والشراكة والسلام وحسن الجوار كان نائب المبعوث الأممي قد زار الأيام الماضية صنعاه وفق البيان الأممي التقى ممثلين عن جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي ومنظمات مدنية لكن هذا اللقاء أثار شكوك معارضين واعتبروه تسويقاً للميليشيا وإنقاذاً سياسياً لها بينما تبدو تحركات البعثة الأممية بنظر مراقبين تغريداً أممياً خارج سرب المتغيرات السياسية والميدانية الراهنة ترجمة نانسي قنقر